ألتقي بعد هالغيبة القويلة بجمهور الحبيب بالمغرب الحبيبة ما يخفى على حدانا من أشاق المغرب ناس المغرب، جو المغرب، أكل المغرب استقبالكم، حضارتكم، ثقافتكم الشيء عظيم شكراً للحبيب نستاذ عمر الدهماني وكل القائمين والعاملين في مومنت إفنس على هذه الفرصة التي حتى نلتقي بجمهورنا الحبيب بالمغرب كلمنا على اللوك اليوم نشوف إخلال أجيالك الإخلال المغربية الله يحفظكم يا رب نهاني من زمان ترى لبسها، بس أول مرة أطلع للإعلام أحب أحب اللبس هذا كثير اليوم سوف يتلقى بالجمهور المغربي بكرة إن شاء الله اليوم إن شاء الله حفل الفنانين الكبيرين كاظم ساهر وأصال، الله يحفظهم يا رب إن شاء الله شوف يتلقى بالجمهور المغربي متحمس والله، متحمس بصراحة يعني راح نقدم إن شاء الله مجموعة من الأغاني لناس اللي حبوها القديمة والأشياء الجديدة أكيد لأن صار لكثير من عشر سنين ما حضرت في أغاني كثير جديدة انطرحت إن شاء الله راح أقدمها بعضها على المسرح بإذن الله ماجلت لياك تخبرهم عن حفلك مع نجوة بكرة حبيبة تتقلبها نسلمت عليها سواء ننازل ما يخفى لحد دست نجوة تربطنو بها علاقة أكثر من رائع فنانة كبيرة وشرف كبير اللي أنه تواجد معها داما في حفلاتنا الغنائية والأهم إن شاء الله بكرة نسعد جمهورنا الحبيب بإذن الله تقوم بعض المرات بإعادة غناء بعد أغاني مغربية هل نشوفك تفضل أغنية من جلماجي خاصة في مغربية؟ أحب قلت لك أنا أحب هذا البلد بصراحة وأحب ناسة وعندي الحمد لله يعني أصدقاء تمتد علاقة بيهم الأسنين طويلة وأحب اللهجة المغربية وأحب كل فترة أقدم شيء مغربي شيء لبناني شيء مصري يعني أنا أعتبر التنوع ضروري بالفن أنا بالإسبالي القناعات طب أنا بس بدي سألك سؤال إلتا وستاذ عمر يعني ومعارض عليك ساذ عمر بشاركة في مهرجان مومنس نايتس فيستيفل شون تبحثت في الموضوع وياريت تخبرنا يعني اختيارك الفنانين الأربع المشاركين والله ربو محمد إحنا علاقتنا معه يعني أكثر من عمل وأكثر على طول إحنا تكلمنا ومشينا في الموضوع عمر بصراحة من أبو سالم من أقرب الناس القلبي وتعرفه أبو كريم يعني إحنا اشتغلنا مع بعض من أكثر ممكن عشر سنين سوينا حفلات يعني في الإمارات الحبيبة والحمد لله يعني علاقتنا الأخوية ووطدت هذه العلاقة الفنية السبب اختيار المغرب بداية حول المغرب على أبو إحنا سوينا تور صراحة كنا بدينا في أبو ظبي بدينا في دبي الحبيبة في أبو ظبي القاهرة وإسطنبول والمغرب إن شاء الله عدنا بعد جولات أوروبية بإذن الله مع الحبيب نستاذ عمر قصدك كلبس ولا كلهجة مغربية لا والله أنا خلالكم أسألني أوجه دعوة لكل الشعراء الرائعين في المغرب والملاحنين والموزعين أن يقدموا لي مجموعة أعمال حتى أسمع ونختار بالعكس أتمنى بصراحة يعني في ناس قريبين جدا على قلبي الأمانة يعني وعلاقتي بيهم أيضا تلتين سنين طويلة ودائما نقعد في البيت عندي في بيتهم يعني أنا من عشرين سنة مثلا أعرف حبيبنا سعد رحيم صويري سعد المجرد حاتم كثير ناس بصراحة أسمان منور ويشرفني أرتبط بيهم أي عمل فن أكيد أستاذ مجل سؤالي يمكن أن يكون بعيد كل ذات على الإفن اليوم هو شو صرت باتك على المسرح اللي معرفت بي الله يطعف الله في عمرك ما عرف أنا أحب يعني أحب أحترم جمهوري لأبعد حد وأقدر داقتهم الموسيقية لأبعد حد لذلك تلقيين أقدم الأشياء اللي أتلامس نتلامس إحساسي وتلامس إحساسهم وصدقين مرات كثيرا نغير برنامج يعني يكون طالعين إحنا في برنامج معين بس أنزل عند الغباتهم طبعا أي شيء يردون من حتى لو كانت الأمين فيها إقاة والحماس لاحظ دوائم هذا ستايل تبعي ما أقدر أغير بصراحة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عن شكوحة بلد جاي في المغرب؟ أخصوص؟ عن شكوحة بلد جاي في المغرب؟ أكيد 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 حين وقت ماجد إحنا بعضين أن نتكلم سيد عماد نحن انتهينا من تصوير الكليب الحب الأبدي نكلمات المبدع فايف حسن والحان المبدع محمود خيامي وتوزيع المبدع ملحات خميس وخراج المخرج التركي المعروف فنهات ودباسي وإن شاء الله يكون متوفر باليوتيوب وبالمحطات خلال اسبوعين بإذن الله أو بالكثير آخر الشهر إن شاء الله هل تفضل في كازاك هذه زيارة الحالية؟ نفسي ولله بس عندي ارتباط بسعودية الحبيبة إن شاء الله راحيني لأبها حفلة هناك إن شاء الله الله يحفظكم ويخليكم ملية أنا شاهدة مجروحة من جمهور المغربي جمهور دواق وجمهور أكثر من رائع وصاحب فضل على كثير من الجوم العرب شكرا جزيلا